ثراث طبيعي غني مصر بتمتلكه متمثل في أكتر من 30 محمية طبيعية منها بقى راس محمد ونبأ والريان والغابة المتحجرة ودي الجمال أسامي كتير إحنا دايما بنسمع عنها في ناس زارتها وفي ناس ما زارتها وفي محميات إحنا كمان ما نعرفش عنها حاجة من شهور بنستعد لاستقبال ضيوف مؤتمر المناخ وكمان المحميات بتستعد بتطوير شامل وخطة الاستثمار بشكل بيضمن حمايتها للأجيال اللي جاية خلينا نتكلم أكتر عن خطة الدولة الاستفادة والاستثمار في المحميات وضمان استدامتها مع الدكتور البيالي حطب مدير عام اقتصاديات التنوع البيولوجي أهلا وسهلا بحضرتك يا دكتور أهلا بحضرتك يا صباح الخير على بلدنا الجميلة وصباح الخير على حضراتكم جميع أهلا وسهلا إحنا متعاوزين إن إحنا نقول المحميات الطبيعية بيجي في مخنا كده ممنوع الاقتراب ممنوع اللمس ممنوع التعامل لما بقينا عارفين إن متاح زيارتها وفيه ناس كثير بتروح بتحكي عن تجربتها في الغابة المتحجرة يمكن عشان هي قريبة حوالينا وناس بتروح وادي جمال واوا فالناس ابتدت تبقى فيه ثقافة المحمية الطبيعية فكرة المحمية الطبيعية أصلا قائمة على إيه؟ والله فكرة المحمية يعني الغرض من إعلان المحميات هو الحفاظ على الموروس الطبيعي للدولة عموما يعني وكل العالم أجمع إنه لابد من الحفاظ على جزء من الموروس الطبيعي والثقافي اللي موجود على الكرة الأرضية وإدارته بشكل يضمن استدامته ويضمن بقاء له الأجيال القادمة يعني طبعا زيما أنت حضراتكم عارفين إن التنمية بشكل عام يعني بقى رأس المال والأرباح هو الأصل يعني والعلاقة بين البيئة والاقتصاد علاقة أساسية لأن الاقتصاد عبارة عن منتج عبارة عن خام فأي خام أي منتج أيا كان استلزمات الحياة بالكامل فهي مخرج من مخرجات الطبيعة جزء من مكونات الطبيعة فإن لم يكن هناك ضمان لاستدامة الموارد ستنفذ الموارد ومن هنا جاءت فكرة العلان المحمي العلان المحمية ده أنت بتحط بتعلم مكان بيمتلك من الموارد الطبيعية المميزة اللي قد تكون في بعض الأوقات غير متكررة وفي بعض الأوقات تكون متكررة ولكن بتكون الحالة الفنية بتاعتها أقل من الجودة الموجودة فهنال عشان نقول إن في مكان مميز بيمتلك من الموارد الطبيعية أو الظاهر الجيولوجية أو الخمات أو أي أن كانت التركيب الجيولوجية الموجودة فيه بشكل زي ما خلقوا ربنا طبيعية يعني أنا عاوز أصونها كما هي أصونها وضمن لجيل بعد جيل إنه يشوفها عشان ما يجيش في يوم يقولك كان زمان عندنا كذا طب هل بقى الحماية أو المحمية تتعارض مع الاستخدام؟ لا طبعا ده دستور المادة 45 وطبعا دستور المصري الآخر دستور المادة 45 بتقول إن الموارد الطبيعي ملك للشعب والدولة تديره بما يضمن استدامة الأجهال القادمة طب هنا هنا حضرتكو صمتوها محمية يعني فيها نوع من أنواع الحماية إيه هو الممنوع؟ ما هي الأشياء الممنوعة في هذه المحميات؟ والله حضرتك إحنا هنتكلم بالمطلق العام المعظم مسموح ولكن وفق إجراءات وفق الشرطات وفق آليات محددة يعني نفهم لو محمية مثلا فيها الشعاب المرجانية ممنوع الصين طب بقيت المحميات إيه؟ يعني أنا شايف مثلا محيط ودي الجمال يعني محمية ودي دجلة مثلا ما هو الممنوع فيها؟ حد حيستطد حاجة مثلا من الجبل يعني والله حضرتك ما هو كلمة الممنوع فنم؟ أي ممنوع فهو الممنوع أن أنت تداهر المورد أن أنت تدمر البيئة ده الممنوع بشكل مطلق أي إجراء من شأن التأثير أو تدمير الموارد الطبيعية أو تأثير البيئة الأساسية المحمية فده ممنوع طب ما دون ذلك هو مسموح وفق إجراءات وفق الشرطات وده القانون وضح ده يقول لك يحذر أي إجراء من شأنه الإضرار بالبيئة عشان تضمن أن الموارد ده يفضل موجود وده يقدر نستفيد بيه ونقدر نستمتع بيه على المستوى الإنساني لأن الموارد الطبيعي ده ملك العالم أيوة يعني زي إيه مثلا يا فندمان؟ يعني مثلا ممنوع الصد الكائنات الحية يعني مثلا أنك تصطد غزلان في محمية مثلا زي ودي الجمال ما أنت كده أنت كده بتدمر بيه أصلا لأن الأعداد يعني الجاني عموما بشكل بأشكاله المختلفة يسمح في بعض الأمور ويمنع بشكل مطلق في الموارد اللي وقعتها تحت تأثير زي مثلا الغزلان زي مثلا الصد بمطلقه العام ممنوع في الداخل المحميات ولكن هناك بعض الأمور بيسمح فيها مثلا زي صد الطيور بيسمح في أوقات معينة خارج المحميات برضو وليها الطيور المهاجة وده اتفاق العالم كله بيعمله كل دولة لها جهد في الصد وكوتا لها حصة تقدر أنها تصطدها وأنواع محددة لكن أي شأن أو أي إجراء من شأنه التأثير أو تدمير الموئل أو المورد فهو بيدور الموئل اللي هو البيئة نفسه لأن اندصار أو ما سيقول لك الكائن ده اندصر الكائن ده خلاص اختفى من الكون هو اختفى ليه الكائن بيختفي أول سبب اختفاء البيئة بتاعته البيئة الصالحة لبقاءه إذا تتطهرت فخلاص الكائن انتهى لأن ما عادش البيئة اللي هي تقدر تخليه كائن موجود يمارس حياته وينمو بالشكل اللي يضمن استدامته فأول تأثير هو تفتيت الموئل أو تدمير البيئة اللي بتضمن استدامة الموئل ثم بعد كده ظاهر الطبيعية بقى المختلفة طيب احنا بنقول إن من ضمن الحاجات اللي بتحد من التغيرات المناخية الحفاظ على البيئة الطبيعية والحفاظ على المحميات الطبيعية إحنا مصر يمكن أول دولة عربية أدخلت فكرة الاقتصاد الأخضر وبتدت تتعامل بيه وبالفعل إحنا عندنا 15% من مشروعات الدولة المصرية الجديدة كلها قائمة على الاقتصاد الأخضر ومن المتوقع إن الزيادة توصل لـ 50% في 20-24 إحنا متخيلين إن إحنا محميتنا تقدر تقدم إيه أو نقدر نقدم إيه من خلالها لمؤتمر المناخ القادم في شرم الشيخ كابتونس هو عضيت طبعا العلاقة ما بين تغير المناخ والبيئة ما هي علاقة واحدة لو أنت يا حضرتك حفزت على البيئة حفزت على الموارد والبيئة الطبيعية فأنت بشكل طبيعي لو النظام البيئي شغال بفعال فهيحد من الانبعاثات هيقدر يمتص جزء كبير من الغازات اللي بتؤدي للتغير المناخي فهيحد من ظاهرة تغير المناخ وفي نفس الوقت ظاهرة تغير المناخ يعني زيادتها بتأثر على الموارد هي علاقة لو الغازات زادت فهي هتأثر على كل الكوة الأرضية على كل الكائنات الموجودة فبتأثر على بفعال محميات لكن وجود مكان أن أنت قادر تنفس فيه قانون وقادر تحد فيه من الإجراءات والأنشطة اللي بتضمر بيئة فده أكبر الحفاظ على الشكل الطبيعي بيقلل من التغيرات الموجودة لأن أنت قد تكون صعب أن أنت تنفس قانون الحد من كل الملاوسات على وجه الكوة الأرضية بالكامل فهنا لما أنت تقول أن فيه جزء قادر تنفس فيه القانون بشكل كامل من كافة الإجراءات والأنشطة اللي هي بتؤدي إلى التأثير على البيئة فكل ما زاد الحجم ده كل ما ضمنت كل أنت ما ضمنت أن البيئة مستديمة هتحد من ظهر تغير المناخ أن التأثيرات السلبية اللي موجودة هكون أقل يعني في دول مثلا زي فرنسا عندها حوالي 55% من المساحات المحميات فهو ده يعني كل ما كان المساحة اللي فيها محميات أكبر فكل ما كنت يعني فهذا مساحة مقددة بتقدر أنت تنفس علىها قانون معين القانون ده من أهم أساسياته عدد عدم التأثير عدم الانبعاثات يعني الحد من الحياة دي فأوتوماتيك بشكل طبيعي بكل تأثير إيجابي على الحد من ظهر التغيرات المناخية طيب يعني ما هو الإقبال أو أكثر إقبال على محمياتنا يعني ما هي المحميات الأكثر طلبا للسياح والتدريج كده يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة عشان لو إحنا عايزين نتكلم عن السياحة والتفقيق السياح لهذه المحميات والله يا حضرتك لو جينا بداية هنقول يعني كنت هنقول مثلا العلاقة بين السياحة والمحميات مثلا ومن ثم هنقول إيه الجزء اللي أو أنا سبق التسؤال حضرتك أنا محتاجة عرفية عشان التراتبية يعني يعني إيه مثلا ودي جمال ولا ودي دجلة أو لا أقول لها هي طبعا هي حضرتك هي حسب فئة المجتمع وحسب اللي جايم الكاري حسب الثقافات المختلفة فطبعا لو إحنا مثلا جاينا نتكلم على محيط القاهرة فطبعا ودي دجلة علىها إقبال كبير جدا علىها إقبال كبير بشكل من المجتمع الموجود في القاهرة يعني كانت تكون هي الملازل الطبيعي اللي أنت ترجع تعيش يوم في الطبيعة تعيش يوم بحريتك تقدر تشوي تقدر تعود فيه براحتك تقدر تستمتع بمناظر طبيعية بشكل آمن فأعتقد هي طبعا بالنسبة لمحيط القاهرة هي دجلة ثم ودي الريان في الفيوم طبعا ده من أكثر الأماكن إقبالا ومحمية الغابة برضو طبعا يعني التلات محميات دول في محيط القاهرة يعني القاهرة ومحيطها طلبا بالنسبة للسياحة الداخلية السياحة الداخلية طبعا بالنسبة للسياحة الخارجية وطبعا جزء برضو منها من الداخل من الداخل أصبح جزء مستهدف أو أصبح يعني فيه إدراك كبير من المجتمع المصري بالاستمتاع بالطبيعة مثلا زي راس محمد ووادي الجمال والبحر عموما نب نب فهذاك لو جاء نشوف هي مكون أساسي مكون أساسي من مستهدف في السياحة العالمية هو البحر الأحمر بكل محميات يعني نقدر نحط المحميات من ضمن مصادر الداخل القومي إذا ما تم الترويج لها سياحيا بشكل كويس وإذا ما تم دخل استثمارات فيها هي حضرتك هي فعلا جزء من داخل قومي يعني ما فيش حد رأسك يعني اللي بيروح الشرم الشيخ بيروح عشان يعمل إيه عشان ينزل البحر ودخل جبل البحر كله بكامل محمية والجبل برضو محمية كان عندي سؤال هل محمياتنا بحاجة إلى بعض اللوجيستيكس يعني السايح لو جيه للمحمية حراك بتقولي يعني أغلب المحميات بتبقى سياحة داخلية لكننا لو عايز زيزة معي عايز أخش حمام أدام ينضيف عايز يبقى فيه باركنج أركن في عايز اللوجيستيكس فيه التلاتين محمية اللي عندنا موجودة بشكل كامل ولا هي مجرد أسوار والدخول إليها ثم الخروج منها لا طبعا هو حضرك عموما المحميات يعني تصحيح للأمر أن المحميات مش الساحة داخلية فقط لأن الساحة الخارجية تقريبا يعني كل اللي بييجي بيشوف يعني عاوز تشوف حاجة مش موجودة في بلده فغالبا كل اللي بييجي بيستمتع بالبيئة بشكل ما يعني طبعا فالساحة الخارجية معظمها بينعكس على المحميات بشكل بشكل كبير بالنسبة حضرك بقى للأمر الجريستي واللي حضرك بتطلوب ده طبعا احنا بالفعل وزارة البيئة قامت بإجراءات في السنوات الأخيرة ويعني مثلا من تمهيد مدقات تجهيز مدقات تجهيز مزلات للزائرين يقدر يعودوا فيها وده في معظم المحميات المطروقة والمستخدمة لها استخدامات من طبع سياحة بالإضافة بقى بقى فيه سماح بممارسة أنشطة يعني حضرتك زي ما أنت بتقولي هل الساعة هيدخل مش يلاقي مكان يقدر يشرف فيه مكان يقدر يأكل يأكل فيه لو يحتاج أنه يأكل مكان يقدر يعود فيه براحته يشرب يعني لا ده موجود بالفعل في معظم المحميات اللي هي معظم معظم المحميات اللي هي مش كل مش كل المحميات لأن مش كل المحميات عليها لها استخدام سياحة لكن تقريبا كل المحميات اللي لها استخدامات سياحية موجود فيها نظام اسم نظام مرسة الأنشطة يعني المستثمرين وده أحد موارد الدول المستثمرين بيتم السماء بممارسة نشاط تقديم خدمات للزوار عايزين نوضح النقطة دي كثير ممكن يبقى فاكر أن الدعوة الاستثمار في المحميات ده ممكن يؤثر على الطبيعة أو ده ممكن يؤثر على الحفاظ على المحمية نفسها أنا عارفة أن فيه جهود من وزارة البيئة لجذب الاستثمار سواء المحلي أو الخارجي لجذب المستثمرين الاستثمار في المحميات نفسها ده ممكن يساعدنا أن احنا عندنا طبعا عدد من المحميات المغلقة ده ممكن يساعدنا أن احنا نقدر نفتح عدد أكبر من المحميات وأن احنا نحافظ أكتر على المحميات لم يبقى فيه استثمار فيها والله أنا أجع حضرتك من بداية يعني كلام حضرتك أن هال الاستثمار أو استخدام المحمية يؤثر عليها هو حضرتك يعني هو الموضوع أنه ما فيش إجراء ما لهش تأثير ولكن شكل التأثير إيه وحدته إيه وإحنا دورنا إيه دورنا أن احنا نحط الآليات والإجراءات اللي تضمن أن أنت تستمتع بالمورد دون التأثير عليه طبعا فهل حضرتك أن لا فيه حضرتك فيه استخدامات ولا يمنع الاستخدام ولكن وفق إجراءات وطبعا معظم الاستثمارات يعني يعني إحنا اللي سامحين بيه بشكل كويس هو الموضوع مش استثمار فقط الموضوع حتى الاستثمار بشكله يعني يعني اللي مثلا بيعمل مخيم بيعمل مخيم لأنه بيحافظ على الموروز الثقافي يعني مثلا بيعمل مخيم بشكل بدوي فهو أصلا من ضمن محمية البيع مش أنك تحمل النبات والحيوان والحضر لا وتحمل الثقافة كمان صحيح فجزء الثقافة المرتبطة بالسكان المحليين فالأنشطة اللي موجودة فأنت بتعيش يوم مثلا في مخيم بدوي أنت عيشت يوم للثقافة البدوي فأنت خدت هنا احنا عملنا الاستثمار وعائد للدولة وفي نفس الوقت حفظت على الثقافة إن الطابع بتاع المكان أنت فيه بيهدف إلى إحياء التراث صحيح الثقافة سواء ما فهم يعني لما يقول لما تجي تعمل دراسة جدو عشان تعمل شركة لازم تشوف الكمباتاتورز أو المنافسين لو مصر شركة أو المحميات شركة وأنا النهار دا بسوق نفس إيه الميزة اللي عندي مش عندي غير يعني مثلا ودي الحتان هل في زيه في العالم يعني أعتقد نبئ في زيها راس محمد في زيها شعاب مرجنية صح ولا أنا غلطة في حاجات طيور في زيها لكن إيه اللي عندي مش موجود في حتة تانية في العالم والله اللي عندي مش موجود في حتة في عالم مصري هيا اللي مش موجودة في حتة تانية في العالم ودي أمانة والله مش أيها من المحميات أوه ما أنا بقول لحضرتك يعني اللي عندي مش موجود في العالم هو مصر هو بمنخها بتركبتها في المحميات حضرتك إنت لو جت مثلا جت تتكلم عنها ودي الحتان مثلا لا ودي الحتان حضرتك في زيه طبعا في بعض الأماكن فيها حتان ولكن مش بجودة الحتان دا مش بكسافتها اللي موجودة مش بأعدادها الكبيرة أو دية ولا بنفس إدارتها يعني إحنا حضرتك من موقع ودي الحتان واخد لعدة سنوات متتالية أحسن موقع أحسن إدارة موقع تراصع طبيعي في العالم يعني فده معناها إيه؟ معناها أننا بزلنا الجهد ومعناها أننا عملنا البنية التحتية والخدمات اللي تضمن إدارته بشكل جيد وأنك تستمتع به صحيح فإحنا حضرتك آه في مصر هل في شعاب زي الشعاب؟ آه في شعاب زي الشعاب بس هل في بقى نفس التركيبة ونفس النضرة ونفس الكلام القصة قائمة كمان على التنوع الموجود يعني إحنا عندنا المحميات الموجودة في سان كاترين قائمة على بيع الأعشاب الطبية والعطرية بنتكلم عن الفيوم والمختلف الناس إزاي بتستمتع بين الرياضات الموجودة والتزلج على الرمال لما بنتكلم عن المحمية الموجودة في ودي الحتان أو يعني إحنا نتكلم عن التنوع اللي جاي عندنا مجرد أنه هو يهدف لي السياحة البيئية حيلاقي الأشكال المختلفة سواء كانت الميا سواء كانت الصحراء سواء كانت الاستشفاء بالإضافة طبعا للطبيعة المختلفة للسكان المحليين اللي موجودين في مختلف الأماكن وإزاي السياحة دي طبعا بتقدم لهم دعم يعني إحنا نشكرك شكرا جزيلا دكتور البالي حطب مدير عام اقتصاديات التنوع البيولوجي نورتنا وشرفتنا وعرفتنا مع نورتنا وصباح الخير على مصر وعلى أهل مصر شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا